تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 175 قضية ثمونية بمضبطات ما يقترب من 210 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 97 طن سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقترب من 36 طن و 173 ألف من البيضة أما في مجال حجبي وبيعي بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط أكثر من 63 طن أسمنت وجبس وحديد تسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 294 قضية من بينها 98 من القضايا خبز ناقص الوزن و56 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر